تحت عنوان الارهاب الخاطف يكتب دكتور عمر الشبكي في عدد الثلاثاء من المصر اليوم طارحا رؤية تحليلية للمحاولة الارهابية الفاشلة التي استهدفت مساعد النائب العام المستشار زكري عبد العزيز مطالبا الدولة بالتركيز على تحليلها بشكل عميق مؤكدا أنه لو صح أن من نفذوه هي من جماعة الإخوان فهو يكشف أن الجماعة نجحت بخطاب المظلومية السياسية في تجديد دمائها بعناصر جديدة وهو ما يجعل الدولة تتبنى مشروعا سياسيا يمثل حائد صد أوليا في وجه هذا المشروع الإخواني يحول دون خلق حاضنة شعبية للإخوان سيادة العميد أعتقد أن مقال به طرحة ورؤية مهمة هل تتفق مع هذا الطرح؟ أتفق مع الإطار لكن التفاصيل لا حنحكي فيها أولا ما ممكن يبقى فيه داعش يعني أنا لما بقضي على البيئة الحضنة بقضي على البيئة من كل التنظيمات سواء كانت الإخوان أو داعش أو أي تنظيمات أخرى بالإضافة هو الدكتور عمرت أشار للدولة هل يقصد بالدولة بالنظام ولا الدولة بمكوناتها الكاملة اللي هي من نظامات المجتمع المدني والنظام السياسي والأحزاب لسبب مش دور الدولة أنها تقوي الأحزاب الدولة لها أنك أنت تطبق عليه قانون الأحزاب وما نص عليه الدستور المصري يعني عندنا مشكلة حقيقية في السياسة أن على مدى من عبد الناصر للسادات المبارك الناس معتدين على الحزب الواحد فالحزب الواحد ما بقاش موجود دلوقتي ورئيس الدولة لا ينتمي الحزب فلما تيجي تقولي على فكرة كنت أنا برئيس حزب مش غريب يعني لكن أنا هتنزلت السياسة وتفرقت عشان يكون محايا لما تيجي تقولي واحد يدخل الحزب يقولك تبا أدخل ليه؟ طب حتطلعني رحلات طب حتجيب لي حتعيني؟ لا ده مش غلة الأحزاب شغلة الأحزاب أنها تسعى للوصول للسلطة بشكل دستوري ولما توصل للسلطة في نظام أصبح رئاسي برلماني ممكن تيجيب وزراء وممكن تيجيب حكومة وممكن تيجيب محافظية بالسندوق احنا ما عندناش لدى والدليل على كده أن القايمة اللي هي خادة الصدارة اللي هم بأسلوب أب آخر حسبوها على الرئيس المشهد السياسي أولا ما يكونش في عدل الحزاب الكبيرة دي كلها لازم عندنا يأمين ويسار ووسط يبقى عندنا ثلاث كيانات قوية كل واحد بيطرح مشروع وليس يطرح أشخاص دليل أن احنا مش عندنا سياسة وأتفق مع الدكتور عامر أن احنا دلوقتي فات أكتر من سنتين على ولاية الرئيس ولم يعلن حزب مرشحه للرئاسة القادمة ولم يعلن شخص هذا طبعا فيه الناس اللي هم كل مرة يعني يعني بيترشحوا قبل ما يعرفوا بإيه الموضوعية ولو طلع أقل إشاء على حد فلان بيعدي نفسه لترشح رئاسة بيلاقي بعض الصحف تتعاملها كما لو كان أتى بجريمة أن هناك مؤامرة هناك من يستعد للرئاسة لترشح للرئاسة مع أن ده الحياة الديمقراطية طبعا إذن أنا أتفق معها ولكن أنا أعتقد أن النشاط السياسي سيقدر على أي بيئة حاضنة ووجود أفق للحوار السياسي سيقدر على أي بيئة حاضنة سواء للإخوان أو لغير الإخوان